ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من إدلب مراسل قناة حلب اليوم علاء الشريف علاء ما هو فحوة بيان هيئة تحرير الشام على مبادرة التهدئة؟ نعم أصحاب الله أوقاتك وأوقات جميع مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية زميل براء يعني في الواقع يعني بعد أكثر من 48 ساعة للاشتباكات الحاصلة في أرياض مدينة إدلب يعني سواء في مدينة إدلب أو حتى على أطرافها الجنوبية والغربية والشمالية المتاخبة للحدود التركية هناك عدة محاولات لإيقاف هذا الاقتتال بين الفصيلين الذين يحسباني على الثورة يعني في الواقع ولكن للأسف يعني حركة أحرار الشام كانت قد رضخت ليلة البارحة ليلة أمس إلى عدة اتفاقات تنص على التهدئة بالاقتتال وقد وافقت بإدخال جهة ثالثة وهي الجبهة الشامية للحد من هذا الاقتتال ولكن إلى حد هذه اللحظة لم تتلقى أي رد من حركة هيئة أحرار الشام وفي الساعات الماضية يعني حوالي لا يزيد عن ساعتين حركة نور الدين الزنكي كانت قد أعلنت أيضاً انفصالها عن هيئة تحرير الشام باعتبارها هيئة باغية وبأنها لم ترد أو بالأحرار لم توافق على هذه التهدئة بين الفصيلين يعني كما يذكر بأن هناك قوعدة شهداء من المدنيين ولسيما أيضاً الناشطين منهم مصعب ألعزو في مدينة سراقب وإحدى النساء نعم يعني تحديداً عن سقوط المدنيين علاء لو تصف لنا ما يجري في محافظة إدلب بعد إطلاق مبادرة التهدئة بين تحرير الشام وأحرار الشام في الواقع هدوء حذر هدوء حذر تشهده مناطق مدينة إدلب وريافها يعني في الساعات الأخيرة كما قلت لك يعني تحديداً في مدينة سلقي ومدينة حارم ومدينة أدانا يعني البارحة مدينة أدانا هناك عدة قذائف بشكل فعلي قد ساقطت على مدينة أدانا بفعل هيئة تحرير الشام بعد استخدامها الأسلحة المتوسطة والأسلحة الثقيلة وإصابتها فعلياً لعدد من بيوت المدنيين والشرفات المطلة على الشوارع وأيضاً كما قلت لك يعني هناك استشهاد عدة مدنيين والآن هدوء حذر تشهده هذه المناطق بشكل عام باستثناء من منطقة مرعيان في جبل الزاوية يعني كما وردنا ولكن بخبر ليس مؤكد بأن هناك اشتباكات قد حصلت قبل نصف ساعة من الآن بين جبهة تحرير الشام وحركة أحرار الشام ولا يوجد أنباء نهائية عن الخسائر أو الحالات التي قد تم فقدانها من المدنيين حالات إصابات أو حالات الاستشهاد نعم بالنسبة أيضاً لتنقلات المدنيين هل ما زالت مدن وبلدات ريف إدليم مقطعة الأوصال بسبب الحواجز؟ ليس تقطيعاً بشكل كامل براء ولكن هناك فعلياً حركة مرور من قبل المدنيين ولكن مع الحذر الشديد والضرورة القصوى وتحديداً البارحة وعبر أخبار بأن هناك عدد مدنيين قد يصيبوا بضلقات على طريق سرمدة تحرير الشام كانت قد تنشر القناصات وإلى آخره باستهداف العربات يعني ممكن أن العربات يشتبه بها وجود عدد من حركة أحرار الشام وقاموا بإصابتهم بشكل مباشر وتخلى له أيضاً إصابات عدد من المدنيين التنقل ليس معدن بشكل كامل يوجد حركات مرور شبه طبيعية ولكن للحالات الإضطرارية والقصوى بين مدن وأرياف مدينة إدلب نعم نسأل الله السلامة للمدنيين شكراً لك علاء الشريف مراسولنا كنت معنا مري في إدلب